في الدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتستارض الورشة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ثلاثين محققا وممثلا عن المجتمع المدني من عدة محافظات إشكاليات تكثيف الانتهاكات وخصوصية المحاكمات في ظل خيارات العدالة الانتقالية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهدف وضع قراءة لألية جمع المعلومات المرتبطة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بين اللجنة الوطنية والمجتمع المدني ومناقشة فرص تحقيق العدالة الانتقالية من وجهة نظر المجتمع المدني ما ستقف ورشة العمل أمام مقترحات المراجعة المستمرة لتحديات تكييف الانتهاكات ومناقشة أهم الإشكالات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان